انت بتتكلم ان الكوات الروسية لسه مسيطرة على قرية صغيرة اسمها بخموتوسك وبعدها بساعات حققت انجاز في صوليدر فشافوا ان تقدم الكوات الروسية ده ماينفعش لأ الحركة بتاعت الجيش الروسي سريعة ماينفعش لازم يوقفهم باي شكل فايه اللي حصل هي اول تصريح مفاجئ وانا اتفاجئت جدا منه طلع من بريطانيا بريطانيا قالت لك ايه قالت لك والله اصلي كان فيه اتنين عمال اغاسة بريطانيين ويسمع بقى الكلام عشان الكلام ايه قوي جدا واحد اسمه اندرو بكشو وتاني اسمه كريستوفر باري حياء الاتنين دول بريطانيين فقدوا في صوليدر فقدوا فين في صوليدر فانبارح طلع الكلام في بريطانيا ان بريطانيا مش هتسكت على فقدان الاتنين بريطانيين في صوليدر ده وحترد طب هترد ازاي قالت لك والله احنا هنبعد دبابات شالينجر 2 اللي هي العاملة في الجيش بريطاني هيبعتوا من 10 ل 12 دبابة للقوات الاوكرانية طب ليه ده مهم بص لكذا سبب اشتركوا في القناة